ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الذي أتبت أنه أبو الطفل وبحسب مصادر إعلامية فإنه بعد مرور شهور على اعتقال الضركي في عقده الثالث أخيرا قرار الاعتراف بما فعله وأنه أبو الراضيع ووافق على الزواج بالفتاة التي كان معها على علاقة بعد تدخلات وتنازلات من الفتاة التي تتحدر من مدينة سلا وقالت ذات المصادر إن الضركي بقيارهن الاعتقال الاحتياطي باستجن المحلي بالفقي بن صالح فيما الأبحاث بقيت مستمرة في النازل خصوصا بعد وضع الفتاة شكاية وقالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يده حين كان يشتغل في إحدى الدواوير المجاورة لمدينة الريباط وبعد حوالي تسعة أشهر وانتقاله إلى الفقي بن صالح أظهرت نتائج الخبرة الجينية أنه أبو مولودها ومع ذلك أنكر أنه الفاعل لذلك بقي في السجن ومع مرور الوقت وبقائه في السجن وتدخل عائلته وعائلة الضحية وكذا بعض رؤسائه لكي لا يتم التشديد في عقوبته وافق على الزواج بها على أن يطلقها فيما بعد وتكلف بنفقاتها هي وابنه نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك أخبار يومي